حرس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ على الاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتأمين مؤتمر المناخ في إطار الخطة الشاملة للتأمين الطبي بالمدينة تفقد رئيس الوزراء ومرافقه أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى بأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات والقسطرة كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته وشدد مدبولي على ضرورة تواجد فرق طبية على أعلى مستوى من الكفاءة في حالة استعداد دائم للتعامل مع حالة الطوارئ ومختلف الحالات الأخرى للوفود المشاركة بالمؤتمر ليتم تقديم الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات